في ختام فعليات حملة الستة عشر يوما المناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة أقامت جامعة القاهرة احتفالية لتكريم أعضاء وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة التي هدفت إلى تنمية وعي الطلاب بدعم المساواة بين المرأة والرجل ونشر التوعية حيال مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة أول مواجهة لهذا الفعل هو الوعي هو الوعي بخطورته هو الوعي بحقيقة جرمه هو الوعي بأن ذلك لا يصح أن يكون في مجتمع سوي في مجتمع حضاري متحد تكريم جاء بمثابة دفعة معنوية لاستكمال هذا المشوار الذي بدأوا حتى يستقيم المجتمع وتشعر فيه المرأة بالأمان والعيش بكرامة بلا عنف أو تحرش التوعية بدأ تفيد طلاب بشكل كبير جدا بدأ فيه ويركشوب وفيه حاجات ان احنا بنتعلم ازاي ندفع عن نفسنا وازاي الاجراءات اللي احنا ناخدها لو حصل حاجة زي كده اي بنت تقدر حصل لها اي مشكلة في الجامعة تقدر تتقدم بشكوى في مكتب الوحدة عندنا في عاد الشباب في الجامعة وتم تخزي اللازم والاجراءات اللازمة تدل لشخص الضوء بس من غير يذكر اسمها او حاجة تسيء لها لو اي واحدة عندها شكوى تعالى التحرش بتروح الوحدة دي وبيحولها مشاكلها ومن غير كانوا في السرية تماما من غير ما يقولها يعني من غير ما تتعرفها يمين وبيساعدها زي تواجه التحرش في بادرة هي الاولى على مستوى الجامعات المصرية شكلت جامعة القاهرة قبل ثلاثة سنوات وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة تشرف عليها لجنة عليا تختص بوضع السياسات واخرى تنفيذية بهدف خلق مجتمع اكاديمي امن يتمتع فيه الجميع بالحرية والاحترام والمساواة تكريم جاء تقديرا لجهود كبيرة بدلوها للحد من ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة خطوة هدف من خلالها بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والعيش جنبا إلى جنب في مجتمع سوي قائم على ثقافة الاحترام والمساواة محمد رياض الحاليوم كل يوم عندنا أخبار مشاكل اللي بيحصل في الشارع تساؤلات وتخوفات بخصوص بكرة المستقبل قراءة سياسية في المشهد بشكل عام هيساعدنا فيها ضفنا العزيز اللي مشرفنا النهاردة دكتور قسامة الغزالي حرب وأستاذ علوم السياسية وطبعا هكيدا 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 هنتكلم كمان عن لجنة العفو الرئاسي اللي هو بيرقاسها برحب بحديك معنا دكتور قسامة أهلا بك أهلا وسهلا خلينا ابتدي من لجنة العفو الرئاسي للحيانة محتاجين شوية أخبار لأنه من وقت للتاني بنسمع القايمة خلاص في كلام عن وتحفظ عن ذكر الأسماء أو الأعداد فخلينا نفهم بس آخر أخبار القايمة التانية وصلت لإيه إمتى هتلتقوا بمؤسسة الرئاسة العرضة هو بصي أنا بس عايزة أبتدي بمسألة الأخبار الغامضة دي لأن أنا في الحقيقة كنت حريسة على كده وكنت حريسة أن أطلب من زملاء الأعزاء أعضاء اللجنة أن هم يقتصروا أو يقتصدوا في الحديث الإعلام إنما المشكلة أن هذا الموضوع بحكم طبيعته يعني مسير ببساطة شديدة لأن كل الإهالي وكل العائلات اللي لها بعض الناس اللي محكم عليها أو في فترة الاحتياط أو شيئا هذا القبيل قطعا نفسهم منهم يعني يخرجوا وفي نفس الوقت لو أزعنا كلام ولا ما تحقق بيبقى في نوع من الإحباط للناس ولذلك أنا شخصيا كنت مقلة تماما في الحديث أو تقريبا ما قلتش في مرة أو اتنين بكتير أو لما كلمت في هذا الموضوع في حين أن فيه إلحاح يومي من كل الإعلام والصحافة وكثير من المحاطات التلفزيونية الحديث في الموضوع إنما دلوقتي بقول إنه أنا آمل إن شاء الله قريبا في هذا الأسبوع يبقى فيه انفراجة كويسة يعني ده أقصى حاجة ده أقولها دلوقتي يعني إنه ممكن جدا يكون فيه انفراجة كويسة بمعنى إنه بفيه قائمة أكبر في عددها من ما تم من قبل كلام عن ربعمية آه ممكن ممكن ربعمية وأكتر كبير ممكن طبعا ممكن إنما ده كله مقترح مننا إنما إيه النتيجة دي مسألة بقى تتعلق بفحص الحالات إلى شيء بهذا القبيل إنما قطعا فيه طفرة إن شاء الله تكون في الفترة في القريب بس إحنا كده متأخرين شوية؟ لا مش متأخرين متأخرين بنسبة لإيه ما هو يعني يعني إحنا جاهزين وعايزين نقدم والقائمة دي يعني اللجنة أنهت عملها حلصت القائمة لا يعني لا وفيه دايما فيه أسماء بتتعرض عليك فيه مراحل دائما بالسمرار واخد بالك إن إحنا خدنا الأسماء من أكثر من جهة طبعا أهم جهة هو المجلس القبح والإنسان نفسه اللي هو أكبر المؤسسة حقوقية في مصر الرسمية وبعدين فيه بعد كده عديد من المنظمات الأهلية اللي مهتمة بهذا الموضوع وبعدين فيه عشرات الشكاوى أو مئات الأسام اللي بتيجي مباشرة لإعضاء اللجنة من الأهالي نفسهم وبالتالي فيه فيه كمية كبيرة يعني فيه نوع كتيرة فيه حالات كتيرة يعني فيه ناس مثلا فيه حالات بيجيب أبديهية مثلا الصحفيين الناس المسجونين للرأي دول لازم يطلقوا على طول الناس الكبار في السنة ما هو ده كله متدخل مع بعضين طبعا فيما يتعلق بالصحفيين وفيما يتعلق بكبار السنة يعني تقلق يا دكتور إن معظم الصحفيين اللي أنتو بتفكروا في الموضوع إنهم يدخلوا في القايمة دول من الإخوان لا في الحياة المسألة مش كده يعني هو شوفي أنا مش حاطر المسألة مسألة إخوان وعدم إخوان كل من هو ارتكب يعني جريمة أو فيه أو عنف أو إرهاب أو قتل بالتأكيد دول خارج سياق للشغل مش 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 تبعنا دول إنما فيه حالات تم فعلا حكم فيها إنما ما هيش متهمة أبدا بحشياء بهذا النوع يعني مثلا أنا تكتشفي إنه فيه مئات مسجونين بتعم في التظاهر بسر طب أنا شخصيا متفاهم شوية موضوع بترانو صنافير إنه موضوع أغز وحطأ وعطأ بين الدولة بين مصر والسعودية إنه فيه مئات الشباب اللي تظهروا في هذا الموضوع بالتأكيد إنه يسجن بعض هؤلاء الشباب لسنوات طويلة أو يحتجزوا حجز احتياطي لفترة طويلة قطعا دي مسألة قابلة للنقاش وقابلة أو تستلزم النظر فيها بكل تأكيد فيه بعض الحالات المرضية الشديدة جدا جدا فيه حالات كبر السن فيه شباب ألقي قبض عليهم وهم دون سنة 18 مثلا أو حوالي سنة 18 فيه حالات بتفرض نفسها لكي تكون لها الأولوية وبالتالي فيه القوام التالية هيبقى هذا الموضوع مطروح بشكل واضح أو إن شاء الله طيب النقطة برضي المسيرة للجدل ووجهة النظر القانونية برضو أو التعديل التشريعي المتعلق بالمحبوسين احتياطيا يعني بتطلبوا أو هتحطوهم في القايمة بأي شكل التعديل المتواصلين مع مين علشان يحط النائب العام لا بوسي ماهو 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 الأحكام النهائية دي سلطة رئيس الجمهورية إنما الأحكام التانية في الاحتياط دي بقى مسألة يتم التفاوض بشأنها بين رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب وبين النائب العام دي مسألة بقى بعد تحتاج ليه تدابير خاصة لكي يتم تنفيذها يعني إنما إحنا كلجنة مش مهتمة مش دي شغلتنا إحنا بنشاور بنقول الناس دي يا حبازة لو تطلق بعد ما بحثنا حالتها وقلنا إنه دول ممكن جدا يكون القبض الإفراج عنهم هو الحل الأمسل الوضع بس إنما التكييف القانوني لما يمكن أن يتم بقى دي مش شغلتنا إحنا ما إحنا لا لجنة سياسية ولا لجنة قانونية واللي قال دي أداف يد الرئيس السيسي يعني إيه أداف يد الرئيس السيسي لا مش يعني إحنا أولا نكون الرئيس السيسي وشكل هذه لك ده شيء إيجابي وحب مش عارف أداف عشان إيه يعني إحنا بنعبر عن رأي السائد في الرأي العام إذا هؤلاء الشباب وإشتاء هذه الحالات وأرجو أن يكون تعبرنا يكون صادق لأن إحنا بالفعل بنحاول أن إحنا نعبر عن ألام أو مشاعر أو أمال كثير جدا أو مئات من العائلات والأهالي يعني في الحقيقة بمجرد أن صدرت هذه أو أن شكلت هذه اللجنة كميات الناس اللي بتتصل والنفسهم أولادهم يطلعوا ده شيء طبيعي جدا والحقيقة التوجه إحنا بيوصلوا لكوا إزاي غير المنظمات الحكومية بيوصلوا لكوا إزاي يعني أنا ماشي لاجلحوا الإنسان سواء في البرلمان أو المجلس لكن الأهالي نفسهم بيوصلوا لي كوزافة لا في ناس بتبعث مباشرة على سبيلهم نبعث السؤال يا لجنة بتعطي فيه لا لجنة بتبعث تقعد في مكان ما في فيه مؤصلة بخير في الحقيقة إننا هنروضوا في مكان في غموت كده مكان سهل أو بنروض في مكان ما معه يعني في مكان ما آه بس يعني في وصف القاهرة مش بعيد ولا حاجة أصد يعني يعني إنما هي الفكرة إنه الواحد بيخاف لحسن بايفتدي الناس يجيلك وصحفيين وبتاع عايزين نخلص يعني مش إنما الألأ الموجودة على الناس شيء طبيعي جدا الأهالي اللي هي نفسها أولادها تقرج ده شيء طبيعي جدا وأنا عايز هنا أشير في الحياة الحاجة يعني إحنا لما عندنا مع رئيس سيسي علشان الناس بتقول إنه أداء رئيس سيسي يعني إذا كان رئيس سيسي بيسعى إلى إخراج الناس وطلب من اللجنة تعمل حاجة فده شيء جميل ويحسب له إنما الكلام اللي فيه بعد كده مالوش معنا ده مش عارفه يعني هو والأمانة هو قال يا ريت نحاول إنه إحنا نحل مشاكل أولاء الشباب اللي ممكن يطلعوا يعني لو فيه طلبة نحاول نحن نعاوض أو فيه بعض الناس رفقه حتى نحاول إنه نساعدها وبالفعل أنا حضرت اجتماع مع وزير الشباب علشان تبحث هذه الحالات والحقيقة الدكتورة غدا والتربية والتعليم والتعليم يعني كانت موجودة وقالت إنه نبحث حالات دي كلها والتعليم والتعليم العالي والتربية والتعليم والجميع عملوا والتالي فيه نية في الحقيقة جادة للتعامل مع هذه المشاكل وآمل إن ده إن شاء الله يحصلوا بشكل أوسع في الفتر القدم المناسبة لما حالي بتقولها عايزين نخلص هو بعد القائمة التانية هيبكون فيه قائمة تالتة طالما فيه ناس طالما فيه ناس طالما فيه ناس طبعا نعمل إيه المانعة طبعا إذا كان ده يفرج عن عدم من الناس شو فيه يعني كلما استطعنا إنه إحنا نطلع ناس ونحدث نوع من الاسترخاء في الحياة السياسية الناس حس بالنهاية إنه فيه مناخ ديمقراطي إنه فيه تسامح مع الناس اللي بتوقط إنه فيه التقبل الأراء الأخرى طالما لا تستعمل العنف طبعا هو ده المناخ أو روح المناخ الديمقراطي الحقيقي غير عايزين نخلقه في هذا البلد طبعا عايزين نخلقه هنا سؤالي بقى بالزرق حياة السياسية والأحزاب والمعارضة والديمقراطية اللي بناس عليها تشايف المشهد إزاي دكتور بسان طبعا فيه مشكلة لأنه إيه أو مش هو المشهد الذي ينبغي أن تكون عليه مصر بعد الثورة بمعنى أنه مصر أمت فيها ثورة في 25 يناير 2011 ثم أمت ثورة 30 يونيو على عكم الإخوان المسلمين وبالتالي مصر رفضت النظام القديم رفضت الإخوان المسلمين مصر أو الشعب المصري لدي حياة ديمقراطية حقيقية وسليمة هل تحقق هذا طبعا لا إحنا لسه صورة كلام تكتمل وأنا شايف أن فيها عناصر كتيرة لها لم تكتمل بس يمكن تقديري أنا أنه أهم عنصر وهو وجود حياة حزبية قوية وناضجة وفعالة هو ده العنصر المفتقد في الحياة السياسية المصرية أنا رأيي ده جوهر المشكلة وده هو العنصر ليه مفتقد ودي مسؤولية مين يا مسؤوليتنا كلنا مسؤولية هي نتاج للوضع العام كله بمعنى أنه يعني مصر خمس وتسعين مليون مواطن شكده ولا إيه؟ أه وبيضي كل إيه؟ طب عادي الأحزاب كل أعداء كل أحزاب في المصر فيهم كام واحد أنا أشك أنهم كلهم مزيوش عن نصف مليون دي معنى كده أنه ما فيش معنى ليسه فيش حياة سياسية في مصر ما فيش حياة من ناحية الحقيقة ما فيش حياة سياسية ليسه؟ وبالتالي إحنا كشعب وكمجتمع وكقوة سياسية لازم نضغط في هذا لازم يعني نسعى إلى أنه بالفعل فيه حيوية سياسية في المجتمع لأن إحنا لما قمنا بهذه الثورة أو بهاتين الثورتين كان غرضنا أن إحنا نبني مجتمع ديمقراطي سليم حياة ديمقراطية سليمة للأسف لما تعملت الثورة الأولى وبثم ظهر الحزب الكبير اللي هو اسمه حزب الإخوان المسلمين كانوا عادي سيطروا على حياة سياسية مصر قطعا فيها تعددية سياسية وفيها قوة سياسية كثيرة ومصالح اجتماعية واقتصادية وتوجهات ثقافية أوسع بكثير من مجرد الإخوان المسلمين وبالتالي هو درمطوب للبج ده تقنع الشباب أو توصل للشارع لسه لابد إن إحنا بالفعل بكل الوسائل نفلح في بناء نظام حزبي حقيقي تعددي عشان إضافة نكلم بس فيها ديمقراطية وفيها طبعا حصل في الانتخابات الأخيرة حصل تنافس حزبي وحصل إن بعض الحزاب وصلت ما كويس ده كويس كل حاجة إنما قطع ليس بالشمول اللي إحنا متصورينه علشان نحصل على نظام ديمقراطية حقيقي في مصر أيام وخمسة وعشرين يناير الزكرة خمسة وعشرين يناير وحداك قلت لي من شوية أنت بتتكلم على عمال اللجنة والتظاهر قلت لي تيرانو وصنفير أنا تفهم شوية لكن الدعوة للتظاهر وقضية ما زالت مرفوعة قدام المحكمة ولسه القصة كمان ما تنقشتش في مجلس النواب وفي لي بيتكلم عن المظاهرات واستغلال الوضع وأحزاب وسادة نواب برضو في المشهد شايف ده معاوة ضد الأول أنا مش سعيد بأن موضوع تيرانو وصنفير يعالج بهذه الحساسية معدبالي تيرانو وصنفير هذه قضية مجزيرتين موجودتين في النطاق الحدود المصرية في تنازع بينها وبين السعودية من زمان أنا شخصيا كنت عارف الحكاية دي قلت لحكاية دي قبل كده بأنه أنا طالب سنة أولى في اقتصاد علوم السياسية وأنا بعمل كنت بحث في العلاقات الدولية فاكتشفت أن فيه مشكلة تتعلق بكزيرة تيرانو وصنفير بين مصر والسعودية وعرفت كده والناس غير فلما أثير الموضوع افتكرته قلت يعني دي حاجة ما يعني وفي الحقيقة فيه نزاع فيه نزاع لكن إن تحسم أن دي مصريتين سعوديتين لا طبعا لا ما كانتش محسومة طبعا وليقول لك أصدفيه خراية أو كتب التاريخ بتقول بالضبط يعني شوفي العالم كله أكتر نوع من النزاعات موجود في العلاقات الدولية من النزاعات الإقليمية والحدودية طب ما يا مصري بينها وبين السعودية تيرانو وصنفير بينها وبين إسرائيل كنطابة بينها وبين سودان حلايب وبالتالي دي حاجات عادية يعني دي هذه قضايا بتحدث طب هل البعض بيستغل لها سياسيا طبعا طبعا للأسف يعني أنا أعتقد أنه الكثير جدا من الذين أثروا مشكلة لم يثرواها في ذاتها للأسف للأسف يعني وإنما اللي كاره النظام السياسي المواصري أو كاره الأعب الفتاح السيسي رفع تيرانو وصنفير ما ينفعش إحنا لازم نحن نتحدث بموضوعية في هذه القضايا ونقول كل الحجج اللي معه اللي ضد ومش عيب إن إحنا نلجأ للتحكيم الدولي إن إحنا نعمل مناقشات جادة وبالتالي نقدر نوصل لي الحل المنطقي وبعدين مسألة إنه بقى التصعيد جدا إنه دات خيانة وتفريط في أرض الوطن ما أعرفش إلا إحنا هذه قضايا يعني ما إحنا نختلع حاجة جديدة إيه مسألة قابلة للحل من خلال التفاوض اللي يشارك فيه خبراء في التاريخ وفي الجغرافيا وفي القانون الدولي وفي يعني في كل المجالات وتتم التسويات في النهاية أنا من أنصار كده في الحقيقة يعني ما نبلغش في ماذا وبعدين زي ما تطلع في الآخر يعني إيه المشكلة يعني إنما أنا في الحقيقة مش سعيد للتصعيد المبالغ فيه وأنه في نفس الوقت من حق أي مصري أنه هو يقول أنا ضد تسليم تيران وصنافير وإني وصنافير مصرية وإني أتظاهر وأنا شخصيا أشعر بالضيق الشديد وبالرفض الكامل لأي نوع من الأفض على متظاهرة تيران وصنافير إذا هؤلاء المتظاهرين تظاهروا وفق للقانون وبالطريقة الشرعية والسليمة بالتأكيد من حقهم إنه هما يعبروا عن رأيهم هما أختاروا والداخلية يعني يعني بس كانت تحفظة بس على المكان وإنه هما هيتظاهروا في حدقة الفستات يعني كان هما طلبين وسط البلد أنا كم مش عارف إيه التفاصيل اللي حصلت فيها ومش معنى حدقة الفستات لك عشاني وسط البلد والزحمة ومحصلش حاجة إيه المشكلة فليكن يعني أنا شايف إنه يعني أنا أتمنى أن تكون الداخلية أكثر ذكاء وأكثر قدرة على التعاون مع هذا الموضوع بحنكة سياسية وإن الشباب يلتزم بالقانون في التظاهر إنما عايزين يعني ننتقل للأمام مرة شوية في ممارستنا كمجتمع ديمقراطي يتظهروا إيه المشكلة ودنيا مش هتطلع مش هتطلع مثلا 20 مليون في يتظهروا في المتاع لما يطلع ألف ألفين عشرة تلاف خمساشر ألف إيه يعني مياه مصر القاهرة واسعة وممكن يعصي فيها جزي كده وممكن البوليس اللي يحروص بس الفستات ده المكان المسرح به للتظاهر ووفقا لمعلماتنا إن اللي دعوا للمزاهرة رفضين وقالوا لا إحنا هنتظهر قدام المحكمة محكمة إيه اللي بتنظر القضية آه فهل دي هتبقى إشكالية كده أنت خرقت القانون يتقبض على الحقيقة الواحد يعني يعمل يعمل وقدام المحكمة إيه المشكلة إيه المشكلة ويعني لما يكون يعني الدنيا مش هل تهدي يعني لما يتظهر قدام المحكمة ما هيقولك الرمزية برضو إنك بتضغط كده على القضاء اللي بينظر القضية دلوقتي يعني مياه إشكالية على العموم يعني خلينا ما هيشوف دي كلها مشاكل مجتمع لم يتعود لسه ما ندكش موصلش الحاجة على الممارسة الديمقراطية ممكن تحصل هذي الكلام وممكن يحصل هذي المتاع ومسألة تأخذ بشكل يعني أكثر هدوءا ويبقى يعني وأتمنى برضو من الناس اللي بتكريبوا على طيران وصمافير يكون هم أيضا عندهم قدرة على التعبير السليم السلمي زي بيحصل في كل الدنيا ومنشوف إحنا مظاهرات بتحصل في أي حتة في أوروبا في أمريكا في اليابان في المجتمعات الديمقراطية كل الناس بتتظاهر دي ما بتتهدش رجل حديك قلت يعني ما تبقى أجل وجهة للأغراض تانية أو أنك تستغل إنما بالتأكيد يجب أن تسالم الحكومة بالرأيهم في التظاهر ويجب أن تسالم الحكومة بأنه الناس تعبر عن رأيها طلبة بتعبر بشكل سلمي قال لما احنا منتكلم عن إيه أخوانا وقبت الصورة علشان إيه علشان الناس تعبر عن رأيها وعشان الناس تتكلم وعن الناس تتظاهر طيب سؤال الأخير قبل ما نطلع لفاصل الناس من الحاد ديمقراطية والأحزاب اللي تكلمنا عنها من شوية حزب مصير الأحرار راضي عن الحال اللي وصله ده كنت رئيس مجلس أماناء الحزب كلبية جدا يعني وده شيء مؤسس لأنه زي ما قلتلك لا يمكن أن أتصور حياة ديمقراطية سليمة إلا إذا كان فيها أحزاب قوية إنما إحنا إذا حزب بدأ قويا ثم تدهور أنا التقدير الخاص في الحياة من مجمل الصورة اللي أنا شايفة إن حزب مصير الأحرار قطعا كان ممكن يلعب دور مهم جدا وخصوصا إن أنا كنت يعني أسست حزب الجامعة الديمقراطية مع الله يرحمه الدكتور جيحة جمل وعملنا هذا الحزب وكنت فخور به وكان هو الحزب الذي لعب دورا أساسيا في التحديد لثورة 25 يناير رفضنا دخول الانتخابات 2010 قدمنا أكبر عدد من الشباب الذين أسهموا في هذه الثورة أنا فخور بهذا الحزب هذا الحزب كان هو المكان الأساسي لابتماعات الجمعية الوطنية للتغيير اللي مهدت للثورة إنما يتحول هذا الحزب بعد ذلك إلى هذا الضعف بعد ما حصل أن مجمع مصير الأحرار أنا طبعا حزين لهذه الضعف بعد كمحلل سياسي دكتور أسام بيبقى أسبابه إيه من الداخل كوادر قيادات القاعدة ولا البعض يقولك لا الدولة مش دعم الأحزاب قوي أو هي ممكن تكون بشكل أو بآخر سبب ضعف الأحزاب لسبب مقصولي قطعا في بعض الناس وأنا طبعا مش مستبعد هذه الاحتمالات بتتهم بعض الأجهزة الأمنية منما تحاول تضعف الأحزاب بتحاول سيطر عليها وأنا أعتقد برضو أنه للأسف في بعض الجهاد في أجهزة الأمن لم تنضج النطق الديمقراطي بما فيه الكفاية وربما تسعى بالفعل أنها تدجن الحزب أنها تحاول أنه هو تسيطر عليها أنها تكون والحقيقة كمان فيه شخصيات حزبية أو فيه ناس بتمارس عمل حزبي هم نفسهم بيبقوا سعداء بأنهم ينساقوا مع الأمن ويتطوعوا بهذا الموضوع وبالتالي تكون النتيجة أنه ما بقاش فيه حزبة حقيقية وإنما مجموعة ناس كده يعني وين أكتر حزب شايفه دلوقتي شغال في الوجهة عامل شغل صح لا أنا في الحياة يعني أشوفي مع اهتمامي في الحياة السياسية في مصر والحاجة ما قدرش أقولك أنها شايف حاجة مهمة أو الحقيقة الحزبية الوحيدة في مصر الحقيقة التاريخية للحزب الوفد ده الحزب مصر كدولة قومية منذ ثورة 19 وده الحزب الموجود بالمعنى التاريخي نمهال الوفد لو هذا التأثير الذي يتناسب مع قيمته التاريخية طبعا لا للأسف طب دور الأحزاب شغلهم الأجندات اللي هم يعني شايفينها أو مشروعات القوانين المفترض أشوفه في البرلمان يعني الأحزاب ونعكاس شغلهم على البرلمان من خلال النواب لا الحياة ما قدرش أقوله أنه نحن شايفين حاجة تقيمة مبيرة طبعا لا طبعا لا ودي مسألة الحياة مؤلمة جدا جدا بس أنا رأيي أنه النخبة السياسية في شكل عام سواء بره أحزاب أو جوا بتقيم الرئيس السياسي شخصيا يجب أن نعمل دي قضيتنا أن نبث الحياة في الأحزاب السياسية زي الرئيس ما قاعد مع الشباب وعمل اجتماعات مع الشباب وكانت نقطة التحول بلا شك في علاقته بالشباب ممكن جدا أحزاب السياسية وتعالوا إحنا مصر فيها على الورق طب هو ده دور الدولة دور الرئيس نعم ده دور الرئيس ده مش دور الرئيس إنما ده دور النخبة السياسية المصرية إنما قطعنا الرئيس لو أحب من كده ما حدش قول لأ أنا أدعون يعمل كده إنما مش شرط ما حدش قولنا ده دوره على الإطلاق إنما في بناء النظام السياسي الديمقراطي في مصر وبعد الثورة أيه إيه المانع إنه يسعى إلى إنه الناس يعني يعني تنظم نفسه أكتر في أحزاب تشجع الأحزاب السياسية يا حدوتي بتوجه دعوة للرئيس إنه يعني مش أقول تبني يعني مبادرة أو لقاء أن يرعى أن يرعى إنضاج الحياة الحزبية في مصر وأنه أن يشجعها لأن فعلا إحنا مصري في مرحلة للأسف للأسف إحنا لسه بعد فترة طويلة من الحكم الديمقراطي وبعد الثورة 25 يناير وبعد الثورة ضد الإخوان بنحتاج أن نعيد إعادة صياغة للنظام السياسي المصري ودبالك المصري مشكلتهم إيه إنه من سنة 52 ما كانش فيه حزب سياسي حقيقي ما كانش فيه حياة سياسية كان فيه تنظيم سياسي واحد اسمه الاتحاد الشراكي والاتحاد القومي والحزب الوطني مش كده ولا إيه صحيح وبعدين يعني فإحنا لازم بقى ننسى هذا التراث ونحاول بالفعل إن إحنا نعيد تقاليد بناء أحزاب سياسية حقيقية تمام المصري مشكلهم كتيرة وبعد الفاصل نرجع للمشكلة الأبرز دلوقتي الوضع الاقتصادي وبرضو ليه علاقة بالأحزاب وهو الأحزاب لازم يقدموا برضو رؤية حلول يعني لو كان دورهم فعل في الحياة السياسية أكيد يعني كنا هنلاقي اختلاف بعد الفاصل نكمل مع حدثكم في النقطة دي مع دكتور أسامة غزالي حرب اللي مشرفنا النهار برحب حضراتكم معنا مرة تانية بجد التحيتي لدكتور أسامة الغزالي حرب اللي مشرفنا النهاردة وقبل الفاصل دكتور أسامة كنا نتكلم عن الشارع والوضع الاقتصادي الأزمة شايفها إزاي دكتور الأزمة الاقتصادية شوفي هو بلا شك أن قرار تعومي جنيه المصري كان قرار لابد منه بلا شك وأنا الحقيقة أنا مش خبير في الاقتصاد إنما إحساسي أو منافعي للأوضاع الاقتصادية في البلد للفترة طويلة اللي فاتت وخرأتي للرد الفعل العالمي أو الدولي اللي حصل نتيجة هذه القرارات بتقنعني بالفعل أنه كان قرار لابد منه بس للأسف تأخر كثيرا جدا ده كان ممكن يتخذ في عصر حسن مبارك وكان ممكن يتخذ في عصر السادات إنما كان دائما هناك النوع للتأجيل وبالتالي اعتمد المواطن المصري على الدعم وعلى صرف الماليين الدولارات أو يعني الماليين المليارات الجنائيات على شراء السلع ليس بسعرها الحقيقي وده طبعا نوع على الممكن يكون يعني مستمر للأبد ومغامرة الرئيس السيسي بإنه اتخذ هذا القرار قطعا كانت مغامرة كبيرة جدا وكون هذا القرار مر بهدوء نسبيا بالنسبة يعني لخطورته وتأثيراته الصعبة جدا على المواطنين ده حاجة إنجاز في حديثاته وأنا آمل إن النتائج الإيجابية لهذا الموضوع تظهر بعد كده لأنه متصور إنه أو هكذا يعني القلب به في الاقتصاد كما نعرفه ما اعتبرنا هواء مش محترفين ده معناه مثلا إنه يخلي فيه إمكانية واسعة للتصدير أسهل للتصدير في مرة فده حاجة كويسة يخلي فيه إمكانية واسعة جدا جدا لإنت عاش السيعة يجي لك سيعة من الخارج وبالتالي يخلي فيه إمكانية واسعة إنك يحصل نوع من 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 استبدال كثير من الصادرات من الواردات بصناعات محلية نحاول إن احنا نشجعها مختبالك فكل هذا الكلام مفترض إنه هو مع الوقت يعدل الأوضاع شوية فلما إنما تنهال عليك السياحة لما تصدري قطعا هذا الكلام هيحصل بس فيه بقى فترة انتقالية هتبقى صعبة لنحن فهمينها الفترة الانتقالية وصوبتها وعلشان الفاتورة ما تبقاش تقيل قوي على المواطن كلام عن الحمال الاجتماعية الكلام عن المجموعة الاقتصادية واشتغل زي السمار الحكومة طبعا كل هذا الكلام يجعز للطريقة الأولية الأول ما هو فعلا فيهم الحالة الاجتماعية بس بمنطقة في مجتمع في اقتصاد حر وتدار فيه المساعد بطريقة رشيدة اقتصاديا وما تؤثرش بالسلب على ما يفترض إنه هو نتائج جيجابية للتعاوض إدارة الأمور في المرحلة الانتقالية دي يعني فيه ناس كتيرة والله وحتى من نواب البرلمان على رغم يحب أقول علاقة طيبة أو ما بينهم بين الحكومة لكن مؤخرا بقى فيه غضبة وقالوا لأ الحكومة دي تتغير يحصل تعديل في وزاري شايف الحكومة وأداءها سيها دكتور أنا أعتقد أن الحكومة أداءها بشكل عام معقول مش حاجة عظيمة جدا نتيجة طبعا المصاعب الحقيقية بس زي ما قلتتك دلوقتي إنه أنا ملاحظ إن العناصر النسائية في الحكومة أكثر إنجازا وأكثر أداءا وأكثر تقلقا يعني الدكتورة سحر نصر الدكتورة غادة والي نبيلة مكرم عبيد وليلي من تاني نبيلة مكرم أصد يسمى نبيلة مكرم دالي خرشة وزيرة السسمار ودالي خرشة وزيرة السسمار الحقيقة العناصر النسائية واضح إنها يعني متميزة وأيما بدور ملفت بالتأكيد ودي حاجة إيجابية قطعة في مصر وتشارف مصر إنما ربما الكلام ده ما ينطبقش بقى بنفس القوة على الوزراء الآخرين أنا مش عايز يعني مش عايز يعني قدي تقييم عمل الوزراء كلها ولا حاجة يعني أنا مثلا ألقت حميمة بوزراء الخارجية وأعتقد أنها مهم دورهم كويس أو مسألة واخد بالك أنا مش عايز نعمل مسحي لوزراء يعني إنما بالتأكيد فيه إمكانية إن المسائل تبقى أفضل من كتا بالتأكيد يعني طيب مدام حدات جيت على ذكر وزير الخارجية لازم مش هكومي كلمة على تيرانوسا نفير علاقتنا مع المملكة وإصرار وزير الخارجية في كل المناسبة وكل ما يتسئل عن العلاقتنا مع السعودية يقول علاقة ممتازة وما فيش أي مشكلة وقائمة على الاحترام كل الكلام اللي هو اللطيف ده والديبلوماس لكن في واقع الأمر طبعا فيه توطر وفيه جفاء شايف المسألة دي إزاي وتتعالج بأي شكل هل بالتصريحات وزير الخارجية ولا محتاجة تعامل مختلف لا شوفي أنا متصور أنه مهما كانت العلاقات أو مهما كانت المشكلات الطريقة اللي بتحدث بين مصر والسعودية فقطعا المصالح المشتركة تحتم أن يكونوا علاقاتهم طيبة بالتأكيد العلامات اللي أشارتي إليها السلبية اللي حصلت في العلاقة طبعا شيء سيء بالتأكيد إنما أنا أتصور برضو أن مصر قادرة أنها تتجاوز هذا كله ومسألة حسن إدارة للمسائل لأنه بالتأكيد المملكة العربية السعودية تحتاج إلى دعم مصر بالتأكيد وبالتأكيد مصر كانت وصفة تصلي هي يعني هي القوة الأكبر في الأمة العربية وهي في النهاية القائدة للأمة العربية بلا شك ويجب أن تمارس هذا الدور وهنا في الحياة برضو عايز أقولك حاجة أنا من أنصار فكرة أنه مصر لا يمكن أنها تزدهر حتى داخليا إلا إذا كانت قادرة على أن تقوم بدورها الريادي خارجيا يعني في ذلك تقولك أن مصر مجغولة بمشاكلها وتتلهب للداخل وتخلص الأوبادة من بصنة لا لا قطعا أنا ضد هذا الكلام تماما مصر تزدهر عندما تكون عندها قدرة وإرادة لكي تقود ودي مسألة ممكن تحصل بلا شك ويجب أنها تحصل وأنا أعتقد أن الدبلوماسية المصرية إلى حد كبير مستوعبة هذا الموضوع مستوعبة أن مصر يجب أنها في النهاية تكون هي قادرة على أداء هذا الدور ولا تتردد في الخيام به وأنا أعتقد أن مؤتمر القيمة القادم هيكون في عمان قريب فرصة لمصر برضو أنها تتعامل بهذا المنطلق مصر تظهر في النهاية هي يعني الدولة الأكبر في العالم العربي هي لها رسالتها على المحيط الإقليمي وعلى المحيط العالمي بلا شك وبالتالي شيء طبيعي جدا أنها تسعى لموارسة هذا الدور واضح طبعا علاقات مصر الخارجية تنوعت تعددت بقى فيه تحالفات جديدة فيه كمان رهان على الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة ترامب كان معنا دكتور وديد فارس كبير مستشاري ترامب لعلاقات الخارجية والشرق الأوسط واتكلم وراهن على أنه يعني العلاقة الشخصية كمان بين ترامب والسيسي هيكون لها أثر كبير في التحالف لاتعامل مع الإرهاب وكمان موقف ترامب تحتها من الإخوان المسلمين راصد إزاي هل هيكون فيه تحول فعلا ولا السياسة الخارجية الأمريكية بتفضل واحدة بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض لا أنت قلت الكلام الدقيق قوي يعني يعني أنا مش حارفة أعطاه نفسك إزاي فين أنت قلت وفعلا ترامب التأكيد جاي بعقلية تانية مختلفة ويمكن أهم ملامحه الموقف من الإخوان المسلمين يعني هو الفلسفة بتاعة إدارة أوباما هي الحياة فلسفة سائدة في الإدارة الأمريكية كلها مش مسألة الرئيس رأي أوباما كثير جدا من أجهزة صنع القرار في الولايات المتحدة ومراكز الأبحاث إلى آخره بيقولوا إيه إيه فلسفتهم إن هذه المنطقة الإسلام عنصر أساسي فيها وبالتالي من مصطحيتنا أن احنا ندعم قوى سياسية معتدلة قوى إسلامية معتدلة علشان هما دول يقدروا يمنعوا ظهور التطرف ضد التطرف وطبعا الأمريكيات دعموا يعني كان ترجموا هذا فيه دعمهم لنظام الإخوان فصلي المسلمين لمصر بلا شك وكانوا دعمين له وفعل هذا أوباما وفعلت هذا كثير من عناصر الدولمسية الأمريكية ومراكز البحاثة الأمريكية لأخيره بالكلمة عن إخوان باعتبره موما عنصر الاستقرار والقوى الأكثر نفوزا في هذه المنطقة ترامب جاي بفلسفة مختلفة تماما أنه أيا كانت القوى الإسلامية الموجودة أو القوى التي ترتبط بالدين في حكمها في هذه المنطقة هي في النهاية كلهم واحد بتدعم الأسراع أنها لا تختلف عن القوى المتطرفة إلا في الدرجة إنما في النهاية هي الأصل واحد هدفها واحد وتوجهها واحد وبالتالي هذا يعتبر تغيير جزري بالتأكيد هذا يحصل في السياسة الأمريكية وإذا حدث بالفعل أنه هو أوباما ترامب مش في هذا الاتجاه فقطعا هيكون فيه نوع من التغيير اللي هيكون له أثاره السلبية الشديدة جدا على الإخوان المسلمين بالذات وفي هذا السياق طبعا هو ترامب متفاهم أنه عبد الفتاح السيسي جاي في موجة الإخوان المسلمين أنه هو دخل فيه معركة معاهم أنه هو قطعا أسهم بشكل رئيسي فيه استبعادهم من المصرح السياسي المصري وأيضا العربي إلى حد بعيد وبالتالي معتقد أو يعني يعني يحمل رؤية أن هذا التوجه لابد من دعمه وقطعا ده يحمل في طياته إذا فعلا استمر على هذا النحو إلى تأثيرات كارثية على الإخوان المسلمين بلا شك الإخوان المسلمين كانوا يجبوا دعما حقيقيا من الأمريكان بس خد بالك ده لأصوله التاريخية هو بدأت يكلموا على مشروع قانون في الكونجرس اللي هو الإدراك جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فده برضو عمل أنا شخصيا مش مستبعد هذا ومش مستبعد هذا التطور أصل هو ليه ليه الأمريكان كانت لهم هذه العلاقة الخاصة بالإخوان المسلمين من أيام الصراع الشيوعي الرأسمالي من أيام ما كان الاتحاد السوفيتي فالأمريكان علشان يواجهوا الشيوعية الروسية في الاتحاد السوفيتي كان من المنطقة جدا من يدعموا كل قوى الإسلامية سواء كانت نظم أو جماعات إلى آخره فاستمر هذا لفترة طويلة لأن كانت القوى الأساسية الحليفة لهم في مواجهة الشيوعية في مواجهة الاتحاد السوفيتي هو القوى الإسلامية سواء كانت في شكل قوى إسلامية محافظة أو في شكل تنظيمات ثورية أو تنظيمات إسلامية وده ظهر في أخصى صورة له في دعمهم لطالبان وللأسود للتنظيمات القاعدة إلى غيره في أسابة باللانية ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان ما كانوا كانوا الأمريكان بيحاربوا الروس في أفغانستان عن طريق مين عن طريق دعم القوى المتطرفة فلما دول لما تم القضاء على الاتحاد السوفيتي الأمريكان لقوا نفسهم إذا هذا الوحش لهم ربه ما بيعملش حاجة وأول حاجة عملها لما ابتدى بقى خلاص ملوش يعني قضاء على الاتحاد السوفيتي أحداث 11 سبتمبر في أمريكا وبالتالي إنما السياق دا كله دا دا يختلف دلوقتي مش محتاجينهم في حاجة وبتدى بقى تحصل تطورات بطيئة في العلاقة مع الإخوان واحتاجين لهم إلى آخره بحيث اللي بيحصل الوقت من جد يعني أنت معنا أقول الكلام دا بتبسيط شديد في عمار كثيرة معقدة في الموضوع دا في النهاية أنا شايف أن دا بتحول بالتأكيد تحول خطير جدا وإذا مر أو إذا طبعا إذا ميشي بهذه السكة القطعة أنه تبقى فيها تأثيرات لا يمكن انتهاء عليها عايزة أخذ حدائك لمنطقة تانية ليه علاقة برضو بالكلام عن الإخوان والموضوع الخاص بدكتور البردعي لأنه طبعا تغير دات دكتور البردعي على تويتر يعني بنتباح من وقت للتاني دي البوابة دايما يعني بيرتقى بيها مع الناس أو مع مريديل أو غاز التعبير لكن مؤخرا لما طلع واتكلم بعد فترة غياب يعني عن الإعلام اختار قناة من القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان حديث مطول واللي أكتر من قس فطول الفترة فات كان بيقال العلم دكتور البردعي نظرا لتغريداته وكلامه عن النظام وعن الوضع السياسي في البلد أنه أدى من أدوات الإخوان أو متحالف معهم أو بيخدم أجندتهم دي نقطة والنقطة برضو هم بيكلم معها دكتور البردعي فكانت التسريبات كانت المكالمات اللي تم إزعادها طيب أقولك حالتين ده على فكرة كلام مهمة بس عايز فيما يتعلق بالإخوان بالتأكيد لا يمكن بأي حامل حول أنها أعتبر بردعي إخواني بأي شكل وإشكال وأي وعي يقول كده بجفاهم حاجة خالص لا تاريخه ولا أفكاره ولا سلوكه ولا أي حاجة خالص أقول كده وأنا من هذه النوية أنا قربت من دكتور البردعي وشفته وسلوكياته وعلاقاته وأفكاره طبعاً هو ضد الإخوان جملة وتفصيلاً بلا شك وحياته الخاصة وعلاقاته أصل الإخوان دي حياة مش مجرد يعني شعارات سياسية فبالتأكيد لا علاقة الأخوان البردعي بالأخوان نهائية من هذا الموضوع النقطة التانية اللي خلتنا الناس تشك في الموضوع ده أنه الإخوان بيعتقد أنه باعتباره حائز جائزة نبه للسلام في النهاية يجب أنه ما يكونش ده تفكيره الخاص مناصر العنف صعيح الإقوان والحاجة يرفضهم من ناحية الفكرية إنها من ناحية السياسية يقول لا الناس تتعايش مع بعضها ما يحصلش عنف ما يحصلش باعتباره الرجل حائز على جونة يعني يعني جائزة السلام وبالتالي الدعوة إلى السلام وإلى التوافق بين كلها يعني دعوة مثالية إن احنا نتوافق مع الإخوان ونتوافق مع الكل إنما هذا الكلام كله في الحقيقة ما يحطوش في موقع واحد من ناحية في كلمة على الإخوان على الإطلاق بالتأكيد ننتقل بقى للتسريبات الأخيرة قبل التسريبات قولي قولي ما حدش قال إن هو إخوان لكن هو بيخدم أهداف الإخوان ولما اختر يتكلم اتكلم في قناة للإخوان أنا الحقيقة معرفش قناة إخوانية وغيرها قناة إخوانية وحتى مجلس النواب حذر أي حاجة من النواب يبقى بالتأكيد هذا خطأ منه بلا شك بلا شك هو الحقيقة موضوع التسريبات في الحقيقة أولا أنا عايزة ده شقين مهم التسريبات في حديثاتها أنا شايف إنها كارثة ومسألة أخلاقية مرفوضة وأنا ضد العك اللي بيحصل ده يعني أنا رأيي أنه لابد أن يحصل وقفة حقيقية إذا الجهات التي تسرب والجهات التي تذيع تسريبك بالمزيعين وتدرون مجرد الأدوات التي تستخدم إنها في النهاية فيه جهات معينة رسمية بتسرب هذه التسجيلات وهناك بقى جهات تانية في شكل قنوات فضائية بتزيع هذه التسجيل مش كافة ولا إيه أنا رأيي وأقوله من ده القوة لازم هذا كلام يعني يتوقف لذا ضد القانون وضد الدستور وضد الحياة الخاصة وضد كل حاكم بلا شك ومش بكلم عن حالة البرادة أو بكلم بشكل عام متقلة التسريبات ده خالي أنت فجأة كده تكتشف إن حضرتك بتتكلم معفلان أو علان وطلع لك تسريب أو يعني تسجيل لصوتك لما يترد على حديك يقولك أنا ما تطرقتش للحياة الشخصية أو مكالمات الشخصية أنا بفضح أراء ومواقف سياسية أمن قومي هذا كلام فارغ ده مجرد تبرير لا ما حال له الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 74 لما اكتشف أنه بتجسس على الجمهوريين وعلى الديمقراطيين في مبدأ ووتر جيت في واشنطن سنة 74 تبهدل وتشال من منصبه ما فيش حاجة اسمها ده كلام كل ده كلام فارغ أي تبرير لهذه التسريبات أنا الحقيقة بمزهول أن فيه مجتمع يعتقل أنه يحترم القانون يحترم الخاصة ويزيع تسريبات ويزيع تسريبات من الردع بس ويزيع عشرات هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ وضد القانون شوفي الرئيس السيسي أوه ميسك السلطة في مصر قاله قاله أنها اكتشف أن مصر تكاد تكون شبه دولة وأول علامة على أنها شبه دولة هي هذه التسريبات يعني أصل حال الصبح ألاقي مكالمة بكلمها بتتزاع على الهوى بأي منطق هذا وبأي قواعد أخلاقية ولا القانونية وتعاذ الكلام هذا كلام فارغ إنما من ناحية أن يبقى لازم يكون يعني لازم يكون بقى واضحين التسريبات اللي اتقالت للدكتور البرادع من حيث المضمون كارثية يعني بالتأكيد إنها يعني نالت من صورته كثيرا بالتأكيد طريقة حديثه عن الآخرين طريقة حديثه عن الكلام عن زملائه في العمل العام أو بعض الشخصيات العامة بأرفض له طريق قطعا بالتأكيد تركيز الضلال كثيرة على الدكتور البرادع أحد ثمين أنا طبعا بالتأكيد يعني أنا دايما كنت مدافع عنه داعي دايما نحن نتقبل حديثه بدرجة معقولة من الموضوعية إنما في الحقيقة أنا صدمت بشدة عندما استدعته على فكرة كانت ناحية التسجيلات الأخيرة كان مكتوبة على الشاشة إنها مع عيز الدين شكر لا طبعا مش مع عيز الدين شكر دي مع السفير شكري فؤاد اللي هو وواضح من صوت السفير شكري فالكلام عن الناس باعتبارها حيوانات وأنها زبالة الحقيقة أنا حزين جدا جدا وبالتالي أنا أعتقد الدكتور البرادع بهذا التسجيل وبهذه الطريقة يعني أزل السطار على دوره في الحياة السياسية المصرية يعني قد يكون هذا الكلام قاسي إنما بالتأكيد اللي حصل ده عمل لخبطة كبيرة جدا وأنا مش سعيد بقى بمسألة الأحديث اللي بتتأخذ بقى في هذه القناة الإخوانية لأنه يعني دي جت في الوقت الضايع خلاص يعني إنما قطعا هتصير بقى كلام ورد فعل ومعرفش بس خلينا ننتبه بقى في بلدنا إلى ما هو أهم دلوقتي صحيح يا دكتور أنا بشكرك شكرا جزيلا دم بتشرفنا وبتنورنا بشكرك على وقتك وعلى وجودك معنا النهاردة شكرا دكتور أسامة الغزالي حرب أستاذ علوم السياسية وبشكر حضراتكم بكرة إن شاء الله يوم جديد في الحياة اليوم أشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة